السلام عليكم وبركاته معكم ماتر شهر لكم مكتبية المكتبية ليوم بتكلم من اكثر انميات عليها تطبيل بس قبل لا ابدأ اي انمي ممكن اذكره مو شرط انه خايس لا بس ممكن انمي جدا رهيب بس هو التطبيل اللي جاعله مو طبيعي الينما صرت تكره الانمي فحارفين الانمي رهيب بس تطبيله خلاك تكرهه فمو شرط انه الانمي نفسه خايس لا ممكن انمي حتى يعجبني بس ما عجبني تطبيل عليه وخليه نبدأ عندي الانمي كذبتك فيبريل اي شخص يعرف نو قد تابع لي اي مكتب هذي القناة في اي توب بالحياة يعرفين اكرث الانمي وشر فيلم فهذا الانمي مو بس بحطه بالقائم لانه اخذ فك تطبيل لا لانه زباله وما يستهل انه حيطب بالله خلينا اقول لكم ليه طبعا في كثير الناس شوفوا ان الانمي فيه اغداء حبكة ورمانسية ورائعة والحياة واقعية ومدري ايش انه ترى ما هيصير الاحلام طب انت لما تسوي لي قصة حب وتبني عليها مدري كم حلقة هو 24 مدري كم حلقة عموما تبني الانمي كامل على قصة حب واخر حلقة تيجي تخرب القصة كامل انا ما بحرق على الناس اللي ماته ولا قلكم بحرق عليكم من زين الانمي تذبح للبطلة بالنهاية طب ليه ليه انت تبني كل الحلقات انا ادري ان البطلة عندها مشاكل ممكن تموت بس قصة رومانسية قصة حب يعني انا بالعكس اعشق الموت بالانمي اكرا الانميات اللي ما فيها موت احب الموت يا اخي انو حداث غير متوقع وكذا بس انو انمي تبني لي الانمي كامل لشخصين الان ما يصيروا حبايب اخي تروح تذبح الثاني يعني ما هو منطقي ما هو شي جميل يعني ما هو الموت الجميل ياما يموتوا مع بعض ياما يعيشوا مع بعض اما واحد يموت الثاني قاعد لها وحيد غصنه الثاني نفسية بالقوة تخطى المشاكل اللي معه الحلقة الاخيرة جابة 9.4 انا حرفيان مدرش اقول انتقم الكسي اللي بعده عندنا انمي ونبيس انمي ونبيس بالنسبة ليه من توب 5 افضل الميات ليه فلا تحسبون اكره ونبيس او عندي مشكلة على بالعكد اغلب المقاطع اللي بالقناة اللي فيها انمي تلاقوا وانا طبل له كل شي على اني وراسي انا من الاكبر طبل انمي ونبيس بس اللي اكره هم الفئة اللي يطبلو لك لأودا حرفيا اي شي يصير حتى لو شي بالغرض كذا اودا سوى بحلقة قديمة شي منطقي يعني اكيد بيصير بحلقات جاية يقولوا اوه دا فجرتها اوه عزام الستورة كان عنده تي شيرت كذا اوه دا فجرتها بس عموم ما علينا عموم من تطبيلهم الزايد بعض يعني زي عزام يذب ويفلها كذا بس انه بعضهم لا اجادين حارتي تطبيل مو طبيعي يعني غير كذا ترا في كثير سوال في الانمي مو شرط يعني مثلا انه الكاتب قاصدها ممكن حوار قديم يرجع عليه قبل 14 سنة وشوف شي عجبه فيجيبه مو شرط كل شي مخططلي ترا يعني بشري وفي اشياء فعلا مخططله وشياء رهيبه وشياء بانيه بس تلي يعني ما يستحق كل هذا التطبيل يعني اوكي هو يستحق التطبيل اوه دا من افضل كتاب بس انه مو التطبيلي اللي وصل له ونشو نتقل مركز اللي بعده عندنا من امي كنتامة انمي كنتامة علي تطبيل مرة كبير اوكي هو انمي كوميدي رهيب والكل يتفق انه من افضل 300 كوميدي بالنسبة لي او بالنسبة لاغرب الناس بس معلش مو هو افضل انمي كوميدي وكل الناس يطبلوا عليه ترى انمي كنتامة 80% منه عبارة عن ذبات على ناس يابانيين كوميديا يابانية احنا ما لنا دخل يعني لو واحد ياباني يطبله ممكن اتفهم انا بس دي ايه شب هياذن عندنا الفجر فخلينا شرب موية نايس هياذن شباب خلينا نكمل المقطع عموما يعني اغلب الشيات تصير بانمي كنتامة خاصة باليابانية يعني احنا ما نفهمها زي فامريقائي تقريبا اغلبها تقطق على الامريكان فصعب تفهمها فاشوف انمي كنتام اوكي استحقت تطبيق الانمي الرهيب بس معلش في انميات كثير زي مثلا انمي حياة سايكل كارثية هذا انا اعتبره اوضل انمي كوميدي حرفيا عدت مرتين واللان اضحك عليه مستعد اعيده مره فاته لسه حضحك عكس كنتامة اللي تعستي اخي حلو بس انه مو مو لهذهك الدرجة عندنا انمي هجوم العمالقة انا دار كثير ناس فتحوا الكومنتات وقعدين يسبوه بس صلوا عن نبي خلينا اقول لكم اسبابي وتفهم واذا ما تفهمتوا انزلوا سبوني ما عندي مشكلة وهجوم العمالقة بالنسبة لي اشوف اكثر انمي بهذه الليستة يستحق التطبيل يعني انمي يستحق التطبيل انا ما كذب عليكم تقريبا اكثر من ومبيس حتى لا يحقون ومبيس سبوني يا باك حالة عملية عمال ما علينا يعني حرفين انمي تقريبا شبه كامل ما في اي عيوب ما في اي مشاكل بس مع ذلك التطبيل زايد عليه يعني مو طبيعي مو طبيعي انه اكثر انمي تموه تطبيل له بالعالم حرفين يا اخي اوكي انمي هجوم العمالقة رهيب احداث الدراماتيكية اشياء مو متوقعة هبكات بس ما يستحقوا لهذا التطبيل يعني حرفين لو تدخل لو تروح الكافيتيريا تلاقي واحد كيف تشغل مقطع زيك اللي فايق يقطع زيك وحماس ويتحمس ويطبل وكده وقاعد لحاله بالزاوية طبيعي يعني فاجه تلاقي سولف مع نفسه ما توصل عارف تطويل 24 ساعة اما كانت تدخل فيه بتلاقي تطويل له هجوم العمالقة حرفيا فاني هجوم عمالقة رهيب بس ما يستحقوا لهذا التطبيل هذا غير التقييم ايم دي بي كل حلقات تسعة و تسعة و عشرة يعني اوكي بعض الحلقات حلوة بس مو كلها عشرة يعني انت تعرفش هنا عشرة عشرة يعني حلقة ما فيها هو لعب اوكي انا ما اقول لكم من هجوم العمالقة ويتقارن قول هجوم العمالقة مع ذلك الحلقات تقييم مهاجم هذا بسبب تطويلちゃد مهاجم بس مع ذلك ما اقول لكم من هجوم الرمال سيئ بالعكس من انه بيرفكت و من افضل 5 انيميات واستعقل تطبيل قبلولو بس خففوا شوي خففوا شوي خصوصا ليفاي وإيرن قايمين بالموسم الأخير شغل مرة كبير عليهم فانتقل مركز جيل بعده عنده إنمي قاتل الشياطين إنمي قاتل الشياطين إنمي رهيب هو فعلا رهيب بس يعني ماليش أنا ما حس هو يدخل من أفضل ثلاثين إنمي بالتاريخ أنه تحس فكرته مبتذلة مكررة صح أنه في أحداث في حماس في رسم في أستاد في في طرب يا أخي طرب بس ما يستحق التطبيل وما يستحق الناس تدخلوه من توب فايف يعني معلش توب فايف تلاقي فيه هجوم العواليقه وانبيس ناروتو إنميات رهيبة زي هان هنتر بس قاتل الشياطين ما يدخل فيها معلش هو أنيمي رهيب فعلا ممكن المركز عشرة خمسطعش بالنسبة ليه بس أنه مع ذلك كحس ما يستعقل التطبيل لأنه الناس بره رفعوه فوق 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 بس هو حلم يعني التطبيل علي ترمو مرة زايد بس أنه لو شخص حبه يرفع فوق مرة هذا عيبه بس من ناحية التطبيل يعني موجود هجوم العماليقه كل مكان تلاقي تطبيل لا تحس تطبيله كيوت حتى لطيف فما ما هو مؤذي جدا زي هجوم العماليقه عندنا فيلمة الالكمس فيلمة الالكمس أنا من نفسي أشوفه إنمي مر رهيب وإنمي عظيم بس أنه ما يستحق يأخذ المركز الأول كأفضل إنمي بالتصويت العالمي حق ما ينمي الليستي اللي هو تقريبا أقوى تصويت عالمي موجود ما أخذ المركز الأول يعني فيلمة الالكمس يخيز قصته حلوة ولطيفة وكل شي وإنه ما في ديك الأحداث ما في ديك الهووو ستين حلقة كده تحسه ملموم ملموم تحسه كأنه أرك واحد صغير كده لطيف بس ما يوصل إنه يأخذ أفضل إنمي أفضل إنمي يعني ممكن أعطيه هجوم العماليقه مع كل أجزاءه طبعا أو ممكن أعطيه مثلا و ام بيس عندما انتهي لا نقدر نحكم ممكن أعطيه نروتو بإمان نوم انتهي يعني إنمي تحسه متكامل من كل شيء لا فلمة الالكم استعيبه الشخصيات جدا قليلة يعني كان ممكن 10-15 شخصية بس اللي ظهرت قوتها أو ظهر منها حماس أو ظهر منها شيء بس يعني هو حلو كل شيء بس ما أشوف يستعقى المركز الأول يعني التطبيل أنا ما تكلم عنه عربيا عربيا مرة مطلوم من ناحية التطبيل من عربيا عندنا إحنا العرب فلمة الالكم استعيبه أبدا مو ما أخذ حقه أما تكلم عالميا يطبلوه بكل مكان تعظموه مرة خاصة أنه ما أخذ تصويت أول على العالم يعني إيش تتوقع من إنمي مخذ الأول على العالم فهو حرفيا جميل بس أنه يعني أوكي ما يستحقى المركز الأول في كثير المياه تحق منه بالمركز الأول العالمي خاصة أنه هجوم عمل قضون ترا بعد آخر موسم لما ينزل هيتعداه ممكن أو ممكن ما يتعداه وهو أعلم على حسب الإنمي كيف حينتهي بالضبط إذا انتهى زي ما الناس يقولولي أنا ما تعبعت مانقة طبعا بستغلب الناس يسببوا النهاية فإذا النهاية طلعت زي ما قالوا ما أدري عنه يعني ممكن ما يصير الأول ما якنا نجربين التحمس طبعا أنا حسه نذاكرت كل إنميات حرفيا بس لسه في إنميات كثير ما ذكرتها ما عليها تطبيل كبير زيناروت وديث نوت في كثير بليتش مثلا كثير إنميات رهيبة وتطبيلها بالمعقول يأما مظلومة زي بليتش مثلا يا أما تطبيلها بالمعقول زيناروت وديث نوت ديث نوت فيه له تطبيل كبير بس إنه أشوفوا مستحق مستحق الأمانة واخر انمي معنا اللي هو انمي كونن انمي كونن لا امسح انمي كونن عكس القائمة هذي انمي مظلوب انا اللي اكثر راح يطبله بالوطن العربي هو كوتكيس الحالي كده مسحوب علي فكوتكيس كونن انميات رهيبة فروح تعبوا لشباب وطبلوا معي عشان ان شاء الله سنة جاي اسوي هالمقطع وحط في كونن وكوتكيس يا الله شباب شدوا حيالكم وبس فالله حس ما بقى شيء اتمنى اعجبكم المقطع واتمنى ما انسب كتير بالكومنتات لان يحس فعلا تحمس الشيء بذلك المقطع وانتصل لعنبي ومعي السلامة